المبادرات تتواصل في جامعة البلماند فقد أعلن رئيس الجامعة الدكتور اليسور راء عن اطلاق مشروع البلماند حياتي في مواجهة الكورونا مشيرا إلى أن الجامعة قامت بتحويل أحد مختبراتها المعنية بالبحث العلمي إلى مختبر طبي لإجراء فحصات البي سي آر لوباء كورونا المستجد وذلك بصورة مجانية تماشيا مع ما يمليه عليها واجبها الأخلاقي والحس الاجتماعي في هذا الظرف العصيب الذي يمر به لبنان وقد جهز هذا المختبر حسب المعايير العالمية وتوصيات وزارة الصحة اللبنانية لإجراء الفحصات الجينية بي سي آر تاست تحت إشراف أخصائيين في علوم الفيروسات وأضف الدكتور وراق أنه تم إنشاء منصة إلكترونية هدفها جمع المعلومات التي تساعد المعنيين في تحديد انتشار الوباء كما تساهم في حماية الأكثر عرضة للإصابة به ولفتا إلى أن هذا البرنامج لم يكن ليتم لو لا دعم كل من وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والبلديات ترجمة نانسي قنقر